السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنشتغل مع بعض النهاردة ياولادي على تطبيقات حياتية على الحجم ايه هو الحجم؟ مقدار الحيز الذي يشغله الجسم من الفراغ الحاحة حجم الحاحة حيز والانجليزي بتاع الحجم V خليني بقى افكرك بقوانين الحجوم اللي انت خدتها السنة اللي فاتت احنا كان عندنا قانون لحجم المكعب اللي هو ايه؟ طول الحرف في نفسه في نفسه فلما كانت بتجيلي المسألة تقولي مكعب طول حرفه 3 سنطي ايه وجد حجمه؟ كنت انت بتقولي حجم المكعب طول الحرف في نفسه في نفسه 3 في 3 في 3 3 في 3 بس بتسعة في 3 سبعة وعشرين سنطي عشان احنا شغالين بالسنطي مكعب علشان حاجة ما بياخد 3 اللي هي مكعب طيب جميل؟ وفي قانون لحجم متوازل مستطيلات اللي هو ايه؟ الطول في العرض في الارتفاع او لو هتتكلم بالانجليزي الحجم بندلعه نقوله فيه الطول L في العرض W في الارتفاع H فبنعمل مسلس زي كده الحجم الوحده علشان حاجة مهمة بتتحط في الدور اللي فوق لوحدها والطول والعرض والارتفاع بيتحطوا مع بعض تحت خلينا نتفق على حاجة اللي انا اقوله انت ما تقولهوش يعني لو انا عايزة الحجم يبقى انا هشيل الحجم واكتب الحاجات المتبقية الحاجات المتبقية دي لو جنب بعض هتبقى العلاقة ما بينهم ضرب زي ما علشان نجيب الحجم قولنا الطول في العرض في الارتفاع طيب لو انا بقى عايزة الطول فانا هشيله وهكتب الحاجات المتبقية الحاجات المتبقية فيها حد في الدور اللي فوق واتنين في الدور اللي تحت يبقى الطول يساوي الحجم فوق على العرض والارتفاع جنب بعض يعني العلاقة ما بينهم ضرب العرض في الارتفاع طيب لو انا عايزة العرض لوحده هشتب عليه وهكتب الحاجات المتبقية كلها كل واحد في مكانه الحجم فوق على كأن الشرطة دي على مين متبق من تحت الطول وجنبه الارتفاع يبقى العلاقة بينهم ضرب يبقى على الطول في الارتفاع طيب لو انا عايزة الارتفاع هشتب عليه يبقى هكتب ايه الحجم على الاتنين اللي جنبي اللي هما مين الطول في العرض طيب فيه قانون تاني الحجم متوازل مستطيلات اه لو بصت للقانون الاساسي هتلاقي الطول في العرض في الارتفاع طيب ما الطول في العرض بس كده كان مساحة المستطيل يعني الطول في العرض ده قانون مساحة فيه الارتفاع زي ما هو فبقى القانون الجديد بتاعي حجمه متوازل مستطيلات مساحة القعدة في الارتفاع يبقى مساحة القعدة دي حلت محل الطول في العرض فلما هنعمل المسلس بتاعنا الحجم هيفضل فوق والارتفاع في مكانه وهنشيل الطول في العرض ونحط مكانها حاجة واحدة اللي هي ايه مساحة القعدة وبالانجليزي الفي تساوي هنشيل الال في الدابليو ونحط مكانها المساحة المساحة بالانجليزي اسمها اريا هناخد منها بس الا ونضربه في الارتفاع اللي هو الاتش فكده لو انا عايز اجيب مساحة القعدة اللي انا اقوله انت ما تقولهوش هتشطب عليها وتكتب الحاجات المتبقية الحجم فوق في مكانه على اللي جنبي اللي هو الارتفاع ولو انا عايز الارتفاع هشطب عليه وهكتب الحجم على مساحة القعدة وبكده بقى عنجي قانونين للارتفاع واحد فيهم من المسلس الاولاني الحجم على الطول في العرض وواحد فيهم من المسلس التاني الحجم على مساحة القعدة طيب انا بقى لما تجيني المسألة هشتغل باي قانون فيهم حسب البيانات اللي عندك في المسألة والله البيانات مدياك رقم للحجم وللطول والعرض هتشتغل بالاولاني والله البيانات اللي عندك في المسألة رقمين حجم ومساحة قعدة يبقى هتشتغل بالقانون التاني فهمتو حبيبي خلينا نشوف متوازي مستطيلات زي كده وعندي فيه ثلاث أرقام اللي نايم ده يا ولادي اسمه العرض لما قول بني أدم عريض يبقى عريض كده يبقى الاربع ده العرض وبالتالي اللي اتنين اللي تحت هي الطول عشان يبقى اللي اتنين مع الاربع اللي في الأرضية اللي هي القعدة الطول ومع العرض يبقى اللي واقف من أول تحت لحد فوق اسمه الارتفاع خلص اتفقنا يبقى الارضية اللي تحت فيها الطول بالجنب كده والعرض مع بعض لكن من الارض الفوق ده اسمه الارتفاع عندك قانون لحجم متواز المستطيلات اه بالبيانات اللي عندك دي هتخليك تختار القانون الاول اللي هو الطول في العرض في الارتفاع فهاخد الاتنين اللي هي الطول تتضرب في الاربعة تتضرب في التمانية لما تلاقي ارقام كتير خد اصغر اتنين مع بعض الاول اتنين فاربعة بتمانية في تمانية اربعة وستين سنطي مكعب عشان احنا بنجيب حاجة ما تلات حروف هنحط تلاتة لكن المتوازل جاي ميديك ايه مساحة القعدة 20 سنطي مربع لان المساحة بتاخد مربع وميديك رقم تاني اللي هو من الارض الفوق اللي هو الارتفاع كده قانون الحجم المناسب هيكون ايه مساحة القعدة في الارتفاع او في بعض القوانين ممكن تشوفها او تجيلك في الاختيارات مساحة القعدة في نقط وما يكونش كاتب في الاختيارات الارتفاع بس هتلاقي كلمة تانية اسمها البعد التالت دي صح ودي صح كده هناخد مساحة القعدة اللي هي العشرين تتضرب في التمانية الصفر هينزل اتنين في تمانية بستاشر مية وستين سنتيمتر مكعب طيب الجاي هو عمل لك علامة استفهام عند الخط ده يعني هو عايز العرض عند القانون للعرض هيساعدك في المسلس اللي احنا عملناه في الاول اه بص يا ولادي الطول والعرض والارتفاع ومساحة القعدة اي حاجة من دول عشان تجيبها لازم اول ما تفتح بقك تقولي الحجم على ونستنى اللي نقوله انت ما تقولهوش انا عايزة منك العرض يبقى انت هتقولي ايه الطول في الارتفاع طيب الحجم 72 على الطول من هنا 3 في الارتفاع من هنا 2 يبقى كده عندي 72 على كام 3 3 في 2 72 على 6 فيها كام او الله اذا انا اخر جدوى لل6 6 في 10 ب60 طيب لسه 6 في 11 66 لسه 6 6 6 6 2 12 2 ومعايا الواحد 1 1 6 6 1 7 يبقى هي دي اللي هي اتضربت في كام في 12 يبقى عندي 12 انا هنا شغال بالمتر يبقى 12 متر ارجع 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 انت بتجيب العرض يعني هتكتب متر بس طب امت بحط حاجة عليها لو بتجيب قانون للمساحة هتحط 2 لو بتجيب قانون للحجمة هتحط 3 اي حاجة بقى تانية مش هيتحط عليها حاجة يبقى المميزين بس المساحة والحجم طب تعرف اللي جاية هو هنا عامل علامة استفهام عن الارتفاع عند القانون للارتفاع اه الحجم عل ونستنى انا بتكلم على الارتفاع يبقى يهتقول لي على مساحة القعدة يهتقول لي على الطول في العرض انت عندك هنا رقم للطول ورقم للعرض يبقى انا هكتب على الطول في العرض يساوي الحجم 630 على الطول ب6 في العرض 15 يبقى كده ال630 هتتقسم على كام 5 في 6 ب30 صفر ومعايا التلاتة 1 في 6 ب6 و3 تسعة الصفر ده ضيع الصفر ده 63 على التسعة فيها السبعة متر زي ما احنا شغالين طيب ما تجيلكش رسمة وتجيلك اكمل متوازي مستطيلات حجمه قد كده طوله قد كده عرضه قد كده عايزين ارتفاعه عندك قانون للارتفاع اه الحجم على ونستنى انا هنا عندي طول وعندي عرض يبقى هكتب على الطول في العرض الحجم الواحده 324 على الطول 12 فيه العرض بتسعة يبقى كده 324 على 2 في 9 ب18 8 ومعايا الواحد 1 في 9 بتسعة وواحد عشرة كده 108 طيب ما تشغيش بقى لك بقى بالاسمة تعال نجرب 108 في 1 ب108 لسه ما اصلناش 108 في 2 يبقى لسه ما اصلناش 108 في 3 8 في 3 ب4 وعشرين اربعة ومعايا الاتنين 0 في 3 بصفر واتنين اتنين 1 في 3 بتلاتة كده وصلنا يبقى انا عايز مين عايز التلاتة تلاتة ايه؟ سنتي بس زي ما احنا شغالين طيب هنا مدياك الحجم ومدياك العرض ومدياك الارتفاع وعايز الطول يبقى الطول الحجم على العرض في الارتفاع الحجم 280 على العرض بس خمسة في الارتفاع سبعة كده عندي المتين وتمانين هتتقسم على كام خمسة في سبعة خمسة وتلاتين بدل ما تعد تقسم المتين وتمانين اللي هي بيني وبينك تمانية وعشرين والخمسة وتلاتين موجودين مع بعض في جدول مشترك جدول الكام جدول السبعة يبقى انت هتقسم هنا على سبعة وهنا على سبعة التمانية وعشرين بس على السبعة فيها الاربعة والصفر هينزل الخمسة وتلاتين بس على السبعة فيها الخمسة أربعين على الخمسة فيها التمانية سنطي طيب وهنا مدياك الحجم ومدياك الارتفاع وعايز مساحة القعدة مساحة القعدة من الكلام الصغير اللي كان موجود في المسلس تحت يبقى أول ما تفتح بوقك تقولي الحجم على واستنى مين كان جنب مساحة القعدة في المسلس جارتها الارتفاع يبقى الحجم 45 على الارتفاع 5 فيها التسعة تسعة ايه؟ ارجع 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 انت بتجيب مساحة والمساحة دي من الحاجات المميزة يعني لازم حط فوق الصنطي حاجة اللي هي مين؟ اتنين سنتيمتر مربع طيب لو جالك فاكمل وقالك حجم متوازن مستطيلات يساوي نقط في الارتفاع النقط دي هتبقى مين؟ طالما نقط واحدة حاجة واحدة بس جنب الارتفاع فانا هكتب مساحة القعدة لكن لو نقط في نقط في الارتفاع يبقى هتكتب الطول في العرض وطبعا مش محتاجة أقولك ان نقط واحدة يعني عايز حاجة واحدة ما تتزكاش وتحط على نقط الطول في العرض اتفقنا؟ طيب يعني ييجي يقولك علبة تعصيرا على شكل متوازن مستطيلات حجمها قد كده وارتفاعها قد كده عايزين مساحة قعدتها طب ما انت عارف ان عندك قانون لمساحة القعدة مش لازم يقولك متوازن مستطيلات ممكن يقولك علبة ممكن يجيب لك اي حاجة على شكل متوازن مستطيلات انت على المبدأ ايه هو؟ مساحة القعدة الحجم على الارتفاع الحجم 150 على الارتفاع 10 طيرت صفر مع صفر بقى 15 واحنا عشان بنجيب مساحة هنحط سنتي مربع او ممكن يقولك كم سنتيمترا مكعبا من الرمل سنتيمتر مكعب يعني عايز رقم بعديه سنتيمتر مكعب والسنتيمتر مكعب ده او الحاجة المكعبة ما بتجيش غير على الحجم يبقى طالما قالك كم سنتيمتر مكعب يبقى عايز الحجم وانت ماشى الله عندك 3 ابعاده فهتضرب الطول في العرض في الارتفاع هتاخد 10 ف10 ف8 10 ف10 ف8 ف800 سنتيمتر مكعب زي ما هو كان عايز طيب اي المعادلات التالية يمكن استخدامها لإيجاد حجم متوازي مستطيلات ابعاده دي اي قانون في دول صح انت عندك ال V ال L في W في H يعني اي اختيارة مناسبة جيم طيب حلو قوي ميديك شكلين زي دول بيقولك حجم الشكل ده كله على بعضه 99 حجم متوازي المستطيلات ايه بس 36 عايز يعرف ال B كانت كام فلما جمعناها مع ال 36 ادتني 99 طالما انت عايز الحاجة الصغيرة بتطرح عايز الحاجة الكبيرة اللي هو الشكل كله كنت بتجمع يبقى انا هطرح التسعة وتسعين ناقص الستة وتلاتين تسعة شل ستة تلاتة تسعة شل تلاتة ستة يبقى انا عندي هنا تلاتة وستين سنتي مكعب فهمتو حبيبي طيب صبا 4900 سنتي مكعب من الماء في اناق على شكل متوازي مستطيلات ابعده من الداخل ومديني بعدين يعني ده الطول وده العرض هو عايز ارتفاع الماء اللي ارتفاع ده عبارة عن ايه الحجم على الطول في العرض الطول واضح 20 والعرض واضح 35 لكن مفيش في المسألة كلها كلمة اسمها الحجم ايوة بس انت عندك رقم التمييز بتاعه سنتي مكعب تفتكر الرقم ده بتاع ايه عشان يبقى سنتي مكعب بتاعي الحجم يبقى ال4900 دي هي الحجم اللي هتتحط فوق كده ال4900 على الصفر هينزل 2 في 5 بعشرة صفر ومعايا الواحد 2 في 3 بستة وواحد سبعة كده الصفرين دول ضيعوا الصفرين دول 49 على السبعة فيها السبعة سنتي بس عشان احنا بنجيب ارتفاع فلما اجي اقول لك متوازي مستطيلات طوله 5 سنتي عرضه 3 سنتي وارتفاع 4 سنتي احنا عايزين حجمه الحجم اللي هو الطول في العرض في اله الارتفاع فهاخدنا الخمسة اضربها في 3 اضربها في 4 خمسة في 3 15 الخمسة الخمسة اربع مرات الخمسة مرتين 30 ومرتين كمان 30 فيها الستين طبعا انت تقدر تضرب عادي سنتي متر مكعب علي 3 علشان احنا بنجيب حاجة ما طيب بص اولادي عايزين نعمل مضاعفة بعد واحد خلي بالك كلمة ضاعف او مضاعفة بس كده يعني هضرب في 2 لكن لو قلتلك ضاعف 3 مرات يبقى انا هضرب في 3 لو قلتلك ضاعف 5 مرات يعني انا هضرب في 5 هنا انا بطلب منك تضاعف بعد واحد يعني هتمسك بعد واحد ايا كان هو ومين وتضرب في 2 ونشوف ايه التأثير اللي هيحصل على الحجم فهمسك الطول اللي هو الخمسة اضرب في 2 خمسة في 2 مع الاحتفاظ بباقي الارقام كده القانون بتاع الحجم 10 في 3 في 4 10 في 3 30 في 4 120 سنط مكعد يبقى لما مسكنا بعد واحد ضربنا في 2 اللي حصل للحجم هو كمان اضرب في 2 عشان الـ 60 لو اضربت في 2 هتدينا 120 طيب لو مسكنا بعدين وعملنا مضاعفة للبعدين فمسكت انا الطول ضربته في 2 ادني 10 مسكت العرض ضربته في 2 ادني 6 بس الاربعة بتاعت الارتفاع زي ما هي 10 10 10 6 60 60 40 40 سنتيمتر مكعد طيب ايه اللي حصل للحجم قالك والله الستين عشان تروح للـ 240 كأننا ضربنا في 4 طيب الاربعة دي جات منين بسبب ضرب ده في 2 وده في 2 يعني كأن المحصلة النهائية ان احنا ضربنا في 4 طيب لو ضعفنا الابعاد التلاتة يعني جينا للبعد ده ضربنا في 2 وجينا للبعد ده ضربنا في 2 وجينا للبعد ده ضربنا في 2 5 في 2 بعشرة خلي بالك كل مرة بنرجع للأصلي 3 في 2 ب6 4 في 2 8 كده 10 في 6 60 في 8 الصفر هينزل 6 في 8 48 سنتيمتر مكعب هنا إيه اللي حصل بقى للحاجم أنا هنا ضرب ده في 2 وده في 2 وده في 2 يعني كأن المحصلة النهائية 2 في 2 ب4 في 2 ب8 عشان باسمع 6 هي 8 ولادي 2 في 2 ب4 4 في 2 ب8 وكأن المحصلة النهائية ان احنا بنضرب الناتج الأخير في 8 تعال نشوف الكلام ده حصل ولا لا هل الستين لما ضربت في 8 وصلتني 480 أيوة يبقى فعلا ده اللي حصل فهمتو حبيبي يبقى هضعف بعد 1 كأني بضرب في 2 هضعف بعدين كأني بضرب في 2 في 2 يعني النهاية كأني بضرب في 4 هضعف 3 أبعاد كأني بضرب في 2 في 2 في 2 يعني كأني بضرب في 8 فلما يجي يقولك عند مضاعفة بعد 1 في متوازن مستطيلات فإن النسبة بين الحجم الجديد والحجم الأصلي الحجم الأصلي على طول 1 طيب أنا هضعف بعد 1 يبقى إيه اللي هيجرى هضرب في 2 مرة واحدة فبقى الحجم الجديد كأنه اضرب في 2 طيب أنا بكتب بالعربي من هنا أول حاجة قبلتها الـ 2 يبقى لما اكتب بالرياضة من هنا برضو أول حاجة هقبلها 2 إلى 1 طيب عندما ضعفت بعدين في متوازل المستطيلات فإن النسبة بين الحجم الجديد والحجم الأصلي هضعف بعدين يعني كأني بضرب في 2 في 2 يعني النهاية كأني بضرب في 4 يبقى لو الحجم الأصلي ب1 الحجم الجديد هيبقى 4 أول حاجة كتبتها كده بالعربي 4 يبقى أول حاجة يبقى النسبة بتاعتنا 4 إلى 1 ثانيا أولادي عندما ضعفت 3 أبعاد في متوازل المستطيلات هضعف يعني هضرب في 2 بس هعمل كده في 3 أبعاد يعني هضرب في 2 وضرب في 2 وضرب في 2 كده الناتج النهائي كأن يضرب في 8 يبقى لو الحجم الأصلي ب1 يبقى الجديد بتاعه الواحد ده هضرب في 8 يبقى 8 فبقى كده 8 هي أول حاجة كتبتها بالعربي من هنا يبقى هتظهر بالرياضة أول حاجة من هنا 8 إلى 1 طيب إذا ضعفت بعدا واحدا بس مسكت البعد الواحد ده ضعفته 3 مرات احنا قلنا كلمة ضعف لوحدها يعني في 2 لكن ضعف 3 مرات يعني هضرب في 3 بعد 1 يعني هعمل الحركة ده مرة واحدة يبقى ضعف 3 مرات يعني هضرب في 3 يعني لو الحجم الأصلي 1 هيبقى الحجم الجديد 3 أول حاجة قبلتها بالعربي من هنا 3 يبقى أول حاجة تكتب بالرياضيات من هنا 3 3 إلى 1 طيب إذا ضعفت الأبعاد 3 3 مرات ضعفت 3 مرات يعني ضربت في 3 طب هل أنت عملت الحركة دي البعد 1 لا عملت الحركة دي للأبعاد 3 للطول وللعرض وللالارتفاع يبقى أنا هنا عندي في 3 في 3 في 3 يبقى كده لو الحجم الأصلي واحد يبقى الحصيلة النهائية أن أنا ضربت في كام أو الله ده 3 في 3 بتسعة في 3 بسبعة وعشرين يعني كأني ضارب في 27 يبقى كده الحجم الجديد هيبقى 27 أول حاجة قبلناها من هنا 27 يبقى هتظهر هنا أول حاجة 27 إلى 1 طيب إذا قسمت بعدا واحدا إلى النصف يبقى النسبة بين الحجم الجديد والحجم الأصلي إيه بس حبيبي أنا لو قلت لك أن الحجم الأصلي واحد زي ما احنا متعودين نصه هيطلع لك يا كسر يا عشر خلاص غير الواحد بحاجة تانية تقدر تجيب نصه مثلا 2 عشان ما تبعدش قوي لأنك هترجع تختصر لو الحجم الأصلي 2 نصه اللي هو بقى الحجم الجديد واحد يبقى معنى كده أن أنا قبلت الواحد ده في الأول يبقى هيكتب هنا بالرياضة 1 إلى 2 طب ميس أنا لو افترضت رقم تاني مثلا 10 جميل بقى دي كام 10 نصها كامل جديدة 5 حلو يبقى أول حاجة قبلتها من هنا 5 يبقى لما هتيجي تكتب بالرياضة هتكتب هنا 5 إلى 10 بس دي مش أبسط صور وإحنا دايما عايزين النسبة في أبسط صور لازم تقسم هنا على 5 وهنا على 5 فبقيت 10 على 5 فيها الـ 2 5 على 5 فيها 1 برضو فضلت 1 إلى 2 لأن طالما فيه 1 يبقى مفيش اختصار كتر من كده وخلي بالك أنا في الرياضة بقرة من هنا فهمت حبيبي طيب هنتكلم بقى على موضوع التأدير لما كان بتجيني مسألة زي كده وبيقول لك هات الحجم بتاعها الـ في الـ فهاخد أنا الـ دي اللي هي ونص شيء اللي علامات مؤقتا 5 24 20 0 2 4 4 16 2 18 هنا العلامة بعد 1 يعني كأن العدد ده 18 18 دي عايزة تضرب في 5 و5 من 10 شيء اللي علامات خالص كأنها مش موجودة 18 55 8 45 0 4 1 5 5 49 زائد 0 نفس الكلام 90 0 00 9 والهوى 9 والتسعة هتنزل هرجع العلامة بعد 1 يعني هنا وكأن العدد بتاعي بقى 99 سنتيمتر مكعب علشان بجيب الحجم لكن التأدير يا ولادي قدامك حل من 2 الحل الأشهر واللي هتشتغل عليه على طول ان انت لو عندك عدد عشري يكون بأدنى قيمة للعدد الصحيح يعني ايه يعني لو عندك 3 ونص اعتبرها 3 الليلها رجعها للعدد الصحيح الأقل لو عندك 4 ونص شيل الخنات العشرية مع العلامة فبقت 4 لو عندك 5 وربع شيل الخنات العشرية بالعلامة فبقت 5 هو ده التأدير فانا لو هعمل تأدير للحجم مش هتعمل للنهائي لا انت هتعمل تأدير لكل رقم فيهم يعني انا لو بقولك الطول في العرض في الارتفاع فالطول الاربعة ده ما فيهوش مشكلة عشان كده كده صحيح العرض 4 ونص نزله بقى اقرب عدد صحيح قبله الاربعة الصحيح كأنك بتاخد الصحيح بس الارتفاع 5 ونص خد 5 بس كده بقت 5 فاربعة بعشرين 20 فاربعة 80 سنطي مكعب فهمت بقى فكرة التأدير طيب فيه نوع تاني للتأدير اللي هو التأدير لأعلى قيمة للعدد الصحيح فانا لو عندي 6 ونص هعليها هتبقى 7 عندي 3 ونص هعليها تبقى 4 بس لو قالك قدر وسابك هنشتغل بأدنى قيمة للعدد الصحيح طيب جميع يجي يقولك اذا كان حجم متوازل مستطيلات 300 سنطي مكعب وضعفنا بعدين من ابعاده يبقى الحجم الجديد هيبقى ايه ضعفنا بعدين يعني مسكنا بعد ضربنا في اتنين ومسكنا بعد تاني ضربنا في اتنين يبقى المحصلة النهائية ان انا ضرب فاربعة يبقى همسك الحجم القديم ده اللي هو 300 اضربه فاربعة الصفرين هينزله 3 فاربعة ب12 سنتيمتر مكعب طيب لو مديك متوازل مستطيلات وشوية ابعاد وطلبنا ان احنا نضاعف طوله فقط نضاعف بس كده يبقى انا هضرب في اتنين همسك الطول اللي هو اللي اربعة اشيله خالص واضربه في اتنين يبقى تمانية يبقى كده النظام الجديد بتاعنا تمانية في الطول والتلاتة زي ما هي في العرض والتنين في الارتفاع يبقى الحجم الجديد تمانية في ثلاثة في اتنين اتنين في تلاتة بستة في تمانية تمانية واربعين سنتيمتر مكعب طيب لو جالك كده طب ما ده فيه عدد كسري هو ما قالش تقدير هو قالك انا عايز الحجم بجد يبقى هتاخد الاربع تضربها في السبعة وربع تضربها في التمانية تعالى نرفع الكسر الاربع الاربع فيه الاربع كده كده هتنزل في المقام زي ما هي اضرب تحت واجمع فوق يعني اضرب الاربع في السبعة تمانية وعشرين وواحد تسعة وعشرين عايزي نضرب في تمانية الاربع دي ضيعت الاربع كده بنضرب تسعة وعشرين في تمانية تسعة في تمانية اتنين وسبعين اتنين ومعي السبعة اتنين في تمانية ستاشر وسبعة تلاتة وعشرين يبقى كده عندي متين اتنين وثلاتين احنا شغالين بالمتر تبقى متر مكعب طب لو قالك قدر كده كده الأربعة أربعة في السبعة وربعة دي شيلا الكسر خالص ما انت بتشيل الكسر وتشيل العشري بترجع وتاني للعدد الصحيح سبعة في التمانية زي ما هي تمانية وعشرين تمانية في تمانية 64 اربعة ومعي الستة اتنين في تمانية 16 وستة 22 متر مكعب برضو متوازي مستطيلات مساحة قاعدته تمانية خمسة سنطي عايزين حجمه انت عندك قانون للحجم بتاع المتوازي مساحة القعدة في الارتفاع خلي بالك يا ولادي مساحة القعدة في الارتفاع عشان فيه طلبة بتشيل مساحة القعدة وتحط طول القعدة فتحوله القانون تاني خالص اللي هو مساحة متوازي الأضلاع أنا هنا في الحجم بتاع متوازي المستطيلات مساحة القعدة في الارتفاع يبقى هاخد الثمانية خمسة وسبعين من مية ضربها في اتنين خمسة في اتنين بعشرة صفر ومعايا الواحد سبعة في اتنين اربعتاشر واحد خمستاشر خمسة ومعايا الواحد اتنين في تمانية بستاشر واحد سبعتاشر هنا العلامة بعد اتنين تتحط بعد اتنين يبقى الناتج الأخير سبعتاشر وخمسين من مية اللي هي خمسة من عشر سنتيمتر مكعب طيب تعال نشوف اللي جاي صندوق على شكل متوازي مستطيلات أبعاده كذا وكذا وكذا قدر حجمه ثم اوجد حجمه الفعلي قدر حجمه يعني أنا هاجل للأربعة تتكتب زي ما هي فيه ستة ونص يعني ستة فيه واحد واثنين من عشرة يعني واحد فأنا بشيل العشر خالص أربعة في ستة 24 في واحد 24 متر عشان شغالين بالمتر مكعب علشان الحجم طيب حجمه بقى الفعلي اللي هو الطول في العرض في الارتفاع ها قدر الأربعة الحقيقية أضربها في ستة وخمسة من عشرة هضربها في واحد واثنين من عشرة الحقيقية خلي بالك طول ما ما قالكش قدر بتشتغل عادي جدا بالأرقام الحقيقية اللي موجودة في السؤال أربعة في ستة وخمسة من عشرة أربعة في خمسة بعشرين صفر ومعايا اللي اتنين أربعة في ستة أربعة وعشرين واتنين ستة وعشرين وهنا العلامة هتتحط بعد واحد وكأن العدد ده ستة وعشرين في واحد واثنين من عشرة الصفر ده والعلامة ما لهمش لازمة شيل العلامة خالص ستة وعشرين في اتناشر ستة في اتنين باتناشر اتنين ومعايا اللي واحد اتنين في اتنين باربعة وواحد خمسة زائد صفر ستة وعشرين في واحد بستة وعشرين كده عندي اتنين 5 و 6 11 1 و معايا الواحد 1 و 2 3 كده 312 نرجع نرجع لعلامات اللي احنا شلناها هنا العلامة بعد 1 تتحط بعد 1 كده عندي 31 و 2 من 10 متر مكعب زي ما مكتوب في المسألة فهمتو حبيبي؟ وبكده يبقى خلص الدرس ولو انت حقيق فهمت الدرس هتعمل اللايك الجميلة والتعليقات المحترمة اللي انا بحبها ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل درس جديد وتنزل تحتك الوصفة هتلاقي لينك الامتحان ادخل حل الامتحان عشان ترتاح من الدرس ده خالص اشوفك على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته